اشتركوا في القناة المناطق الوسطى والمناطق الساحلية الشرقية وبعض المناطق الوسطى الداخلية أمطار وهي نتيجة قدوم اضطراب جوي بإذن الأمطار ستميز كما قلنا المناطق الغربية والمناطق الوسطى والشرقية خلال فترة ما بعد الظاهرة بعض الزخات من الثلوج ستشمل جبال الاملية جبال أيضا عين الدفلة وأيضا البويرة وصولا إلى برج بورالرج وجبال البابور وولاية الصيفة الأجواء ستكون غائمة كليا على الأوراس وشمال الصحراء والوحات مع تصاقط لبعض الأمطار وغائمة أيضا على المناطق الجنوبية الشرقية جنوبية الغربية ومنطقة الصورة وأقصى جنوب الجزائري ستكون أجواء صحوة ومشمسة خلال الفترة المسائية نتوقع لوصول الأمطار إلى المناطق الشرقية منها السحرية والداخلية وشمال الصحراء والوحات والأولاس الأمطار ستكون أيضا رعادية تبقى الأجواء غائمة على المناطق الجنوبية الشرقية صافية مشمسة على المناطق الجنوبية الغربية ومنطقة الصورة وأقصى الجنوب الجزائري متابعين ستلقى في الدرجة الحرارة بإذن الله تعالى لتكون أجواء باردة منعشة خلال الفترة ما بعد الظاهرة باردة خلال الفترات الليلية والفترة الصباحية سنوم فيكم بتفاصيل مهمة والمناطق الوليات المالية بالتصاقط الأمطار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته